في حاجة اسمها أنا بسميها سعاد عبادة ماذا ادخال السرور على الناس بالتفاصيل في تفاصيل صغيرة كده لما تتقال تخلي اللي قدامك يفرح لأن انت حاسس أنه غالي كل ما تهتمم بتفاصيل حبيبك وتحسسه أن انت مهتمم بتفاصيله كل ما حس بغلوته الحاجة الثانية التجميل لما تفتكروا الزكريات الجميلة ممكن يظهر معاها تفاصيل ما كانتش جميلة فلو جدت تفتكرها لما جدت تفتكر الزكرة الحلوة دي مع شريك حياتك ولقيتك بتقوله بس انت يومها عملت كذا وكذا بلاش بالله عليك الطريقة دي بلاش دائما ذكر العتاب في وقت الصفاء تكديره للقلوب ما تحتبش في الوقت ده ما انت لا خلي الصورة كلها جميلة ما تقولوش انت ما كانش هاين عليك تكمل جميلك يعني وتجيب مع الحاجة دي وتجيب مع الشوكولاتة كمان ورد بلاش الطريقة دي حاول انك تقول صحيح معاك حق انا كان لازم اخد بالي فعلا لو قالك كده انت كمان جميل الصورة دي يبقى هو ما يقولش وانت كمان لو هو قال حاول تجمل الزكرة دي تقوله يا سلام انت عندك حق لو انا عملت ده تعال اعلمك بقى صنعة صنعة في صناعة الزكريات فهو لو قالك يعني انت ما كنتش تجيب مع الشوكولاتة دي كمان ورد قال له اه تخيل كده لو جبت كمان مع الشوكولاتة دي ورد وكمان الوردة دي كان شفت لما عنا عينيك وانت فرحان كده بالورد ده ياه على السرور يدخل قلبي يقوله تصدق كده انا حسد بالشعور ده دلوقتي شكرا يبقى ما توقفش ولما هو يقولك كده حاول تخلي الصورة اجمل بس انت فاكر وقتها انا عملت ايه عشان اراضيك واخد بالك انا ايه اللي حاصل ما تحكيش الكلام ده وانت بتستعرض ولا بتمنى عليه لكن عشان تحسسه ان انت فعلا كنت حاسس به لكن ممكن تحسسه ان انت كمان كنت انت اعملت اللي عليك بس ما كنتش اهي استأثر لكن ده اللي كان متاح لك ساعتها وتقوله ان انا بكرة عراعي ده ومش هأثر مرة تانية في تفصيلة من التفاصيل وبس انا في نفس الوقت عجبني اوي اوي رد فعلك ان انت جبرت بخطري وعملت اه ايه ده جبرت بخطري وفرحت اوي بدا فيظهر كل حاجة وانتو بتحاولوا تظهروا اظهروا الحلو ويزودوا بينكم يبقى اول حاجة التفاصيل تاني حاجة خلي الحاجة اللي كانت نقصة شوفوها بشكل جميل واذا كان كده ممكن تقولوا ان انتو قدي ايه لو ده كان موجود هيخليكم سعداء واعترعوه بعد كده تالت حاجة التعبير عن الامتنان والحب لازم تعبروا عن الامتنان والحب لما تفتكروا ذكرياتكم الجميلة امتنوا البعض عليها ويرد كل واحد منكم يحكي للتاني عن شيء جميل عملوا عشانه فمسلا الزوجة تقوله تقول لي زوجة انا عمري ما هنسى اليوم اللي تعبت فيه وليقيتك بتجري بيه على المستشفى وبتجري ورد كترة وعايزهم يصعفوني صحيح انا شايف اكرا امر ده تشاش بس انا حسيت ساعتها ان انا في امان صحيح كنت موجوعة بس قلبي كان بيبتسم ابتسمت ايه لا انا ورايا راجل مش هنسى نظرتك ليه كمان وقتها على قد ما كانت نظرتك كانت مليانة خوف علي على قد ما كانت بتطمني على قد ما انا حسيت ان انا ممكن اغمض عيني وانا تعبانا وانا حسة باننا عايش في امان انا عرفت يومها قد ايه انا كنت غلي عندك وربنا ما يحرمنيش منك ويخليك لي شوف انت سندي في الدنيا دي كلها وزوج ممكن يقول لي زوجته لما يفتكروا ذكرى مثلا عمري ما هنسى يوم ما رجعت من الشغل وانا مهموم ومش قادر مش قادر اشير رجليا والهم ركبني وانت حستي بيا ولما حكيتلك وكنت خايف تشيل اهم البيت وما تفكريش غير بس في الازمة اللي عتحصل لكن لقيتك وقتها قلتيلي طول ما احنا مع بعض ما تشيلش اهم انت بخير وانكون بخير اهم حاجة وجودك وسطنا وربنا كريم والرزق سبحانه وتعالى خزائن وملأ هيرزقنا ويوسع علينا وربنا سبحانه وتعالى مش هيسبنا بس انت ما تزعلش ولا تشيل هم انا وقتها عرفت اني معايا ست كمل سنتي بنت أصول وكان هايل علي انحط انزل انحط الصخر عشان الكلمتين الحلوين اللي قلتهم لي وهو ده اللي خلاني قدر تكمل في حياتي الامتنان الامتنان يا سادة من اعظم الاشياء اللي تخلي الزكرة في قمة وهجها تالت رابع حاجة التكرار بقى التكرار يعني ايه كل الزكريات الحلوة اللي عملتوها وعرفتوا ان هي بتسعدكم وتقربكم من بعض لازم تكرروها بشكل منتظم على قد ما تقدروا وتكتروا منها في الاوقات اللي بتحسوا فيها ان الملأ اللي ابتدى يدخل في حياتكم ما لقيتش حاجة بتجدد الحياة زوجية قد صناعة الزكريات صناعة الزكريات دي صنعة محتاجة حريفة وده اللي احنا بنحاول نعمله مع بعض ازاي نبقى عندنا حرفة صناعة واستثمار الزكريات احنا ما الناس صناعة بس احنا قلنا الاستثمار يعني الزكرة لو موجودة نستثمارها احنا ن أحنا احناك لا بل